إذن لما بدنا نعمل بدنا نقرر number of sectors طبعاً بدنا يكون عدد sectors أكتر من 1 بيكون S مثلاً بيساوي 2 أو 3 أو 4 وأعلى عدد من sectors ممكن هو L ما بدنا نعمل sectors أكتر من L عدد النصائب كل الخطوة اللي بعدها بعدين نعمل design for A full أو قبل هيك احنا طلعنا lambda مش هيك find lambda و lambda شو كانت تساوي دايماً AR as a percent مضروب في U total على 300 و find P initial و P initial بيساوي lambda مضروبة في interval target هلا نعمل design لبلدين عادية نعمل design لبلدين عادية تساوي و منطلع منها RTT final منطلع منها interval final P final بعدين منستعمل القانون حتى نطلع AWT عسب القانون اللي هو 1 على lambda اللي هون ناقص TP في P final ناقص 1 على 2 و منطلع ATT هاي هيك عملنا ديزاين لبلدين كامل هلا بعدين ناخد مثلاً أربعة لت مثلاً عدد السكترز بساوي اثنين فمن منسبلت بلدين منتو تو سكترز فمن أسد العمارة لتو سكترز كله راح نشتغل على سينجل أنترانس هاي سكتر ون وهي سكتر ون وهي سكتر ون وهي سكتر ون وهي سكتر ون إيكوال إيكوال راح يقول السؤال يعني إذا بعطيكم السؤال بعطيكم إيكوالسكتر ستتقسم السكتر اللي فوق والسكتر اللي تحت هلا مثلاً بعدين هلا بنحط هون هلا ديزاين ديزاين بلور سكتر بس نتذكر أنه اللامدة تبعت سكتر ون بتساوي اللامدة على اثنين في حالة ثلاثة أو بشكل عام or in general لامدة بتساوي لامدة سكتر بتساوي هاي على عدد السكتر أوكي فبتنزل لامدة فبصير السكتر اللي فوق إلو لامدة الأصغر والسكتر اللي تحت إلو اللامدة الأصغر الجديدة اللي عملناها فراح نطلع هلا هون راح نبدأ نشتغل على P initial P initial بتساوي P initial اللي موجود هون ومنعمل الدزاعم منطلع باسد on P initial فان تاو سكتر 1 و تاو سكتر 2 اللي مناخد الأبراج أو تاو سكتر 1 و تاو سكتر 2 على تاو على تاو أبراج بساوي تاو س1 زائد تاو س2 على 2 من تاو أبراج اللي منطلع P initial plus 1 بتساوي تاو أبراج على عدد مصاعد عدد مصاعد راح يكون L على S يعني هون راح يكون عندي عدد مصاعد هون L على S مضروبة في لامضة تبعت هذا السكتر من هون أوكي فاللامضة اللي طناها لها السكتر من هون منطلع منها وبعدين منعمل iterate منطلع نعمل لحد ما يصيرت عندي بي مضروبة في P final تبعت هذا السكتر ناقص واحد على اثنين بنحسب A TT وبنحسب الأشياء التانية اللي طلعت معنا هون بنقارن هذا الدزاين به هذا الدزاين به منطلع نعمل بالنماذا تبعت هذا الدزاين تبعتها تبع تبع شكرا